هاي يومي هاي يومي لوقتك اللي تستنين هاي يومي هاي يومي مهو علشان هاي يومي هاي يومي يا مساء كل حاجة حلوة على حضراتكم مشاهدين اهلا بيكم في حلقة جديدة من هاي يومي زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم كل سبت واثنين وخميس من دلوقتي والمدة ساعة ونص على الهواء مباشرة برحب بحضراتكم مبزمي لخلف الكاميرات عايزة بقى اقولكم النهاردة ان الجمال هو اكتر حاجة بتخلي الواحد واثق في نفسه قادر انه هو يتعامل مبسوط بحياته مبسوط بشغله الجمال ليه معايير كتيرة جدا اهم حاجة في الجمال ده البشرة البشرة لما تكون صافية وهدية كده وريئة الدنيا بتبقى جميلة مع الواحد خصوصا بقى في ساعات كده بيبقى عندنا مناسبات مثلا ان الحاجة تلاقي حاجات كده طلعت في البشرة تخلي الواحد ان هو مش عارف احدى المناسبة دي يا ربي دي في حاجات كده خاصة بالمناسبات حاجة كده تخليني متضايقة وانا رايحة المناسبة ازاي اتعامل مع الحاجات دي حب الشباب هو من اكتر الحاجات اللي بتظهر على البشرة هو اسمها حب الشباب احنا النهاردة هنعرف هو خاص بالشباب بس ولا ده بيظهر في اي سن ولا هو خاص بالمراهقين ولا بيبقى فيه سن معين اتعامل معها ازاي الاصار اللي بيسبها هنتعامل معها ازاي ده كله هيكون مع دكتورة مارينا موزيه اخ الصائل جلدية والتجميل والليزر ماجستير من جامعة القاهرة اهلا بيك يا دكتور من ورانا دايما في يومين مرسيين ربين عملا ايه الاخبار يعني الاول انتي اختارتي ان احنا نتكلم عن حب الشباب اختارتي الموضوع ده ليه علشان خاطر دي اكتر حاجة او اكتر مشكلة منتشرة بقابلها في العيادة عندي لازم كل يوم بيعدي علي بتكون في حالة او حالتين عندهم حالة بيشاب جايين يشتكوا منها او من الاثار التبعيات بتاعت حب الشباب والفئة العمرية اللي هي من 11 ل30 سنة تقريبا 80% من الناس في الفئة العمرية دي بيكون عندهم حبوب فهي مشكلة منتشرة جدا حتى وسط العيلة بتاعتنا ممكن يكون في فرد او فردين او اكتر عندهم حبوب فهي مشكلة منتشرة قوي صحيح ايه هو بقى حب الشباب الاول كده عرفيني لان هو اسمه حب الشباب وزي ما قلت من 11 ل30 سنة فحنا كده يعني شباب بس ده ولا ايه الدنيا ولا ليه اسمه كده هو السبب بتاعه بيكون عبارة عن المسام الموجودة على الجلد بتتقفل نتيجة تراكم زيوت او تراكم خلايا الجلد الميتة بتقفل المسام بيحصل فيها عدوى بكترية ويحصل فيها التهاب وتؤدي الى حدوث حبوب صغيرة اللي هي احنا بنسمعها حب الشباب فالمشكلة بتاعته مشكلة بسيطة ومشكلة ممكن نعليكها لكن لازم اعرف ان هي موضوع بسيط قوي اللي احنا يعني ازاي بيحصل ده موضوع بسيط قوي فكمان اللي انا عرف اتعلم مع صح ده مهم جدا طيب السن يا دكتور يعني هو ده للمراحقة فترة المراحقة بس ولا في العشرينات ولا هو بيبقى اكتر من كده يعني فيه ناس ممكن تبقى كبيرة في السن وعندها وعندها حبوب دي حبوب شباب ولا دي حبوب لها اثار تانية هي اكتر فئة متضررة هي من 11 ل30 زي ما اتفقنا لكن ممكن نيجي طبعا في سن اكبر حتى ممكن نيجي احنا بنسميه ادلت انسة اكني يعني حاب شاب بيجي في سن اكبر او في الادلت سن الكبير لكن ده لا يمنع ان اكتر فئة متضررة هي الشباب لكن ممكن نيجي اكبر لكن هو فيه انواع تانية كتيرة شبه حاب الشباب ممكن تظهر بتبقى شكلها شبه جدا حاب الشباب لكن ما بتبقاش حاب الشباب فالافضل انا ارجع للدكتور بتاعي يشخصني صح يديني علاج او روتين للبشرة كويس لما استخدمه ارجع للدكتور بتاعي يعني انا كده فيه مرحلة لازم اروح فيها للدكتور يعني فيه ممكن ساعات الناس ما اهمل ان انا اروح للدكتور او ان انا اقول انا هعالجها باي حاجة وخلاص لامت اقول انا لازم اروح للدكتور اهم حاجة اللي انا عرف الاول ايه نوع اللي عندي لو انا عرفت ايه نوع اللي عندي هقدر وقتها اتعامل معها صح عشان احنا ممكن كتير نستخدم حاجات مثلا سكين كير برودكت او منتجات عندي للبشرة تكون مش مناسبة للبشرة بتاعتي كتير مثلا ممكن تكون صاحبتي قالتلي على حاجة معينة شفت اعلان مثلا لمنتج معين استخدمه فوقتها مناسب او مش مناسب للبشرة بتاعتي ده اللي بيحدده الدكتور يعني مناسب لنوع البشرة نفسها بزاعة هي ايه انواع البشرة يا دكتور انواع البشرة تقريبا اربع او خمس انواع اه بعرفها ازاي اخسل وشي وبعد ما اخسل وشي استنى ساعة وبعد الساعة دي ممكن اشوف قدام المرأة اشوف تجمع الزيوت على البشرة موجودة فين او استعدم حاجة اسمها ورق زبدة موجودة عندنا في معظم بيوت ورق زبدة اه واحطه على البشرة بتاعتي بعد ساعة من ما انا غسلت وشي ولو البشرة بتاعتي كلها فيها دهون يبقى دي بشرة دهنية لو هي موجودة في التيزون التيزون اللي هي في منطقة الجبهة ومنطقة الانف ومنطقة الدقن يبقى دي بشرة مختلطة لو مش موجود خالص غالبا هتبقى بشرة عادية لو بشرة جافة بتبقى بشرة موازل وقت بتبقى نشفة على طول بيحصل فيها اشور خفيفة على طول بتلتهب لاي منتجات باستخدم عليها على بشرة او ممكن تكون بشرة حساسة بتكون زي سيبير فورم او نوع شديد من البشرة الجافة اللي هي بشرة عطول متحسسة اللي تعرض للشمس عليها احمرت او حصل لها التهاب ده البشرة الحسسة فبناءنا على كل نوع من انواع البشرة انا باستخدم لها انواع معينة من منتجات عناد البشرة فاللي بيعمل كلام ده كل بيعمل assessment او اللي بيعمل تحديد لنوع البشرة بتاعتي هو دكتورة جلدية لما انا بتكلم معاه ولازم يكون برضو عارفة معلومات دي معلومات لازم كل بنت تبع عارفها يعني لازم انا راحة للدكتورة بقى عارفة نوع بشريتي ايه بالزبط وبناءنا عليها باستخدم بقى منتجات عناد البشرة تناسب البشرة بتاعتي علشان خاطر لو انا مثلا بشريتي دهنية استخدمت لها انواعتي لها شوية للبشرة الجافة غالبا هيقفل المسام لما تتقفل المسام بيحصل عدوى بكترية بيحصل حبوب فقبل اي حاجة لازم نسأدم منتجات العناد البشرة تناسب البشرة بتاعتي يعني انواع البشرة هي بتبقى ليها دور في انواع الحبوب صح؟ يعني الحبوب انواع الحبوب نفسها لها أنواع بس ها هي اكتر بشرة معارضة غالبا بشرة دهنية عشان دي اكتر بشرة بتفرز دهون عشان فيها عوضة دهنية بتكون أو بتفرز اكتر دهون والبشرة الجافة او البشرة الحسسة غالباً ميبقاش فيهم حبوب قوي لكن لو أنا استعدمت أنواع خاطئة من منتجات العنائية ببشرة ممكن أو أدي أن برشرة دي بقى فيها حبوب أكتر أنواع حرب الشباب بتكون ثلاثة أنواع دي تأسيمين بسيطة قوي ممكن نعرف بيها أنواع اللي عندي فيه نوع بسيط فيه نوع متوسط فيه نوع شديد النوع البسيط بتكون عبارة عن رؤوس بيدة أو رؤوس سودة وحبوب صغيرة حمرة غير ملتهبة النوع المتوسط عبارة عن حبوب حمرة ملتهبة أو ممكن تكون حبوب صديدية وبتكون غالباً موجودة على الوجه النوع الشديد بتكون حبوب حمرة ملتهبة كبيرة شوية زي دي دي دكتور؟ بالضبط زي ده النوع البسيط هنا بتبقى فيه رؤوس بيدة ورؤوس سودة وشوية حبوب صغيرة ده النوع البسيط ده النوع البسيط برضو بس التانية كتير قوي يعني الحبوب كتير جيدة لو الحبوب حمرة شوية كده وملتهبة أكتر ممكن تبقى وسيط أو متوسط يعني ممكن تكون دخلنا في مرحلة متوسطة ودي ايه؟ دي نوع الشديد بتكون عبارة عن حبوب حمرة كبيرة شوية ومعها حبوب صديدية بتكون موجودة على الوجه حبوب صديدية؟ بالضبط دي صديدية يعني فيها فيها صديد بالضبط أو فيها بس أو فيها صديد بيبقى لونها أخضر كده شوية أو لونها أصفر وبتكون موجودة في مواطق كتيرة غير الوجه بيكون موجودة في مواطق تانية على الجسم فالتفريقة دي بتحدد العلاق بتاعنا فلازم أكون أنا عارفة إيه أكتر نوع عندي أو إيه النوع اللي عندي من حابشة عشان بناء عليها بنحدد العلاق يعني الحبوب مش بس في الوش لا ممكن تظهر في أماكن تانية في الجسم هي أكتر أماكن ممكن تظهر فيها هي منطقة السدر أو منطقة الكتفة أو منطقة الدهر وطبعا معقودة في الوقت لكن ممكن نشوفها في أي مكان يعني دي أكتر أماكن مشهورة عشان فيها غودة دهنية أكتر فبيحصل فيها إفراز أكتر بالدهون وتقفل المسام لكن ده لا يمنع أنه ممكن تكون موجودة في أماكن تانية طب يا دكتور إحنا لما نلاقي بقى حاجة زي كده فيه أخطاء كتير في التعامل معها إزاي يعني المريض أو بحالة زي دي يتعامل بشكل صح أهم حاجة اللي أنا أبعد إيدي خلص عن وشي ده مهم جدا 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 لو أخدت باني أني بتاعت تظهر عندي حبوب أبعدها خالص إيدي أني يتقرب على وشي لي معظم أن الحالات اللي بتجيلي بتكون شافت حبية مثلا بتبقى غالبا زي ما هيك قلت كده قبل إيفنت معين قبل مناسبة معينة في شوية توطر في شوية يعني هرومنات متلقبطة شوية نتيجة مثلا توطر بسبب الإيفنت ده فببقى مش قادرة لأنا أعود على بعض كده من غير مقلعب في الحبوب لو أنا لعبت فيها ده غالبا بيحصل التهاب أكتر في الحبوب وبيحصل وقتها أنهي تسيب أثر حتى لو حبية نفسها خفت لكن بتسيب بعد كده أثر فهم حاجة لأنا بعد إيدي خلص عن وشي ودي نقطة مهمة جدا 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 نقطة تانية لأنا حتى استخدامي اليومي مثلا للموبايلات حيقول لأنا برضو ما خليش الموبايل بتاعي يقرب من وشي وباكده أرجع أفتح مثلا أي أبليكيشنز أو أستخدمه عشان ممكن بكتيريا تتنقل من إيدي للوش بالطريقة دي فأخلي دايما معي كده زي وايبس أو زي مناديل معقمة في الشنطة بتاعتي وأمسح بطريقة يعني كل شوية بطريقة دورية كده أمسح الموبايل بتاعي دي حاجتين مهمين جدا لازم أخد بالي منهم في اليوم بتاعي والحاجة النقطة التالتة اللي احنا كلمنا عليها اللي احنا لازم أستدام منتجات عنايب البشرة تكون مناسبة نوع البشرة بتاعتي عشان ما تقفلش المسام بتاعتي وتؤدي لزهور حبوب طيب مستحضرات التجميل يا دكتور يعني أنا مثلا دلوقتي بشتري حاجات مش عارفة دي نوعها إيه أو مثلا أو مش لازم تبقى ماركاتي يعني حتى ممكن تكون ماركة كويسة بس مش مناسبة لبشريتي هي ده ليه تأثير على الحبوب؟ هو حتى مستحضرات التجميل حتى الميكوب برودكت اللي موجودة في الأسواق بتكون برضو لها كاتيجريز على حسب نوع البشرة بتاعتي باستضم النوع ده كتير قوي مثلا ممكن نكون شفنا مثلا منتج معين موجود في أماكن وتبقى يبقى مثلا المنتج ده غالي شوية وأروح اشتريه من غير ما أخد بالي مكتوب عليه إيه فلو أنا بشت دهنية لو أنا بيجي لي حب شباب لازم أخد بالي أن تبقى المنتج ده مكتوب عليه نان كوميدوجانك يعني غير مسبب للحبوب فدي حاجة صغنونة قوي لكن بتبقى لها فعل كبير قوي إن هي يعني أخد بالي إن هي المنتج ده ما بقاش بيسبب لي حب فأي حاجة تانية ما فيش أي حاجة استضم على البشرة لازم أتأكد قبلها إن المنتج ده يكون مناسب للبشرة بتاعتي وطبعا من أهمها الميكاف عشان الميكاف إحنا ممكن يكون بنحطه كل يوم أيه الميكاف بقى يعني هو مثلا مش بنحطه كل يوم بس يعني أنا دلوقتي لو عندي مناسبة من عايز أداري الحاجة اللي طلعها لي في وشي دي ولا عايز أداري يعني مدايقان ده هيأثر ولا أداريها عادي ولا هيعمل إيه عندي بأزمة عند الناس إحنا ممكن نداريها بس إحنا قبل ما أحط مثلا أي كونسيلر أو خافي للعيوب أحط تحتي الاسم spot treatment cream اللي هو الكرام اللي هو هيعالج الحبوب من اللي بيقولي الكرام ده مناسب أم مش مناسب دكتور الجلدين بس أحطه تحت الكابيس تحت الميكاف بتاعي فيش أي مشكلة خالص أنا أحط يعني علاج بتاعي الكريمات أو علاج الدكتور هيكتبولي وفوقي الميكاف بتاعي لكن لو أنا مثلا حطيت عليه كونسيلر حطيت عليه أي منتجات تانية ميكاف ممكن من غير ما أخد بالي أقفل مسام أكثر أو حتى وأنا بوزع مثلا الميكاف بتاعي ممكن من غير ما أخد بالي يعني أعمل زي عدوة في وشي بتاعي وخلي يبقى فيه انتشار للحبوب فلازم قبل أي حاجة أكون أنا بأخذ عليك صح لازم أكون مش بقرب خالصة على الحبوب ولازم أكون أنا عندي الوعي الكافي بكل الطرق اللي أنا قدر أمنع بيها بطريقة يومية حابشها طيب دلوقتي الناس ممكن تستسل وأروح أروح مثلا الدكتور التجميل أشيل الحبوب أصلا هو ده بينفع ولا أنا أستنى ما تتعالج ده الأفضل الأحسن أنا طبعا أعالجها عشان خاطر لو أنا استنيت عليها ممكن تعمل أثار لو أنا حاولت أخفيها أو حاولت اللي أنا أعالج الأثار نفسها ده مش صح لازم أعالج الأول الحبوب اللي موجودة كلها ولما لوشي يكون صافي ما فيش بس غير أثار وقتها بتعامل بطريقة مختلفة حتى كدكتور مع الحالة اللي جايلي لأنا أعالج الأثار بحدد العلاج بتاع الحبوب على حسب هي نوعها إيه لو هي نوع بسيط غالبا الدكتور بيكتب لي سكين كاروتين مناسب ليا من غسول من واقي شمس من مرطب بتكون كلها أنواع مناسبة للبشرة الدهنية وممكن أستدم كمان معها شوية كريمات علاجية خفيفة لو أنا عندي نوع البسيط من حاب الشاب غالبا الدكتور بيكتب لي مداد حاوي عن طريق الفم أو كريمات لو أنا عندي نوع شديد من الحبوب وده النسبة الأكبر اللي احنا بنشوفها في العيادة عندنا غالبا بعالجها بما ده اسمع إيزوتريتينوين دي عبارة عن حبوب بتاخد تقريبا الوقت مثلا من ستة إلى سبعة شهور على حسب الوزن بتاعي الدكتور بيحدد المدة بتاعتها وده مقداش أنا أخدها على حسب الوزن بتاعي بتتحدد والكورس ده لازم قبليه وبعده تحليل فما يفعش أنا مثلا صاحبتي مثلا أخدت نوع حبوب معين أروح أنا أقلدها وأخده ده لازم قبلها تحليل وبعدها تحليل عشان خاطر الدواء ده ممكن يعمل كمان سايد إفاكتس أو مشاكل معينة فلازم بالمتابعة مع الدكتور أقدر اللي أنا أخد العلاج بطريقة مزبوطة يعني الهرمونات نفسها والتكوين نفسه بتاع الواحد بيأثر في العلاج وفي الحبوب نفسها؟ الهرمونات دي حاجة دلوقتي ده حديث السياعة ودايما الناس بتقول مثلا أصلي مش عارفة كانت هي بتقبير شوي بالظاف هرمونات هقب عليها عشان كده عندها حبوب هرمونات طبعا بتلعب دور مهمة قوي هرمونات البلوغ ووقت المراقة بتزود بنسبة كبيرة إفراز الدهون وبتعملها بالشباب أو حتى هرمونات اللي عند السعيدات من الهرمون اسمه إستروجين أو بروجستيرون ده برضو بيلعب في إفراز الدهون في الجلد مثلا وقت الحمل وقت لو فيه استدام لحبوب منع حمل أو لو أنا عندي مشكلة في الهرمونات ده برضو بيساعد بصفة كبيرة يحصل حبوب فيه نوع جديد قوي كده كان عليه كلام كتير قوي مؤخرا اسمه هرمونا الأكني أو حاب شعب هرموني أنا شوفته كتير قوي في العيادة بيجي لي ناس بيقولولي إحنا استخدمنا كل أنواع العلاجات الممكنة كريمات تابلت حبوب كل حاجة استخدمناها وعندنا حبوب ما بتخفش فغالبا بتكون نتيجة الموضوع أو نتيجة الحاب شعب ده بيكون غالبا نتيجة هرمونات بيكون ليه أماكن معينة في الجسم إحنا بناء عليها بنشخص إن ده حاب شعب هرموني ولما بس بعالك يعني وقتها بنريفر أو وقتها بنحاوله الدكتور نيسا لو كان مثلا سيدا وقتها لما بس بتزبط الهرمونات بتاعتها وقتها بنلاقي نتيجة سريعة وفعالة لحاب شعب فبيكونش بس حاب شعب إحنا بنعالجه بطريقة عادية لازم كمان بالتعاون مع دكتور نيسا عشان أزبط الهرمونات عندها مشكلة عندها احنا عايزين نعلق على الصورة دي يا دكتور دي حفر صح؟ اه احنا دي الأثار اللي غالبا بتكون نتيجة عن حاب الشباب فيه أنواع كتير من الأثار ممكن نشوفها على حسب النوع الأثار قدر بناءا عليه الدكتور بيحدد إليه لك ليه أصلا بيحصل أثار أو ليه الحباية بتسيب أثار حتى لو أنا إداية بيت خلصة عن وشي؟ ممكن هدبات كمان وممكن تكون عميقة غير كده؟ ممكن بتكون يعني هي الشكل ده فيه أنواع مختلفة موجودة في الصورة دي ده مش نوع واحد فيه أنواع بتكون صغيرة شوية فيه أنواع بتكون عميقة شوية دكتور الجلدية بيكون عنده الخبرة كافية هو بيقول لحريتك مثلا النوع ده عنده بيفرق في العلاج إزاي بس هو أصلا بيحصل دليل بيحصل وقت الالتهاب وقتها غالبا بيحصل التدمير لطبقات الجلد فبيعمل الأثار ده الأثار ده بتعالج إزاي؟ مفيش علاج واحد للأثار العلاج يعني مفيش دكتور بيقدر أقول لحريك مثلا حريك مثلا محتاجة تأشير حريك محتاجة حاجة ليه لشان خطر فيه ناس مثلا ممكن الحبوب تعمل معها غمقان فيه ناس تانية الحبوب ممكن تعمل معها حفر زي الصورة دي فيه ناس تانية ممكن تعمل معها أشكال تانية من الأثار فبناء على شكل الأثار نفسه قدر أقول لحريك مثلا محتاجة كريمات تفتيح بس محتاجين نعمل جلسات تأشير محتاجين نعمل جلسات حاجة اسمها درمافان أو فراكشنال سي أو تو ليزر أو حاجة اسمها ريديو فريكونسي كل ده أنواع علاجات مختلفة بس بيمكن علاجها أصلا؟ ممكن طبعا علاجها وبنسبة كبيرة يعني بنسبة ممكن أقول مثلا 70-80% بنشوف تحسن رائع للأثار إن ما كانش كمان أكتر من كده بس طبعا بالتعاون مع الدكتور وبالتعاون إن هل المريض نفسه بيلتزم بالعلاج بيجي وقت الجلسات منتظم في الجلسات العلاج الحاجات دي كلها طبعا بتأثر على النتيجة المشوفة يعني ممكن حالة زي اللي فاتت دي يا دكتور تحتاج كم جلسة علشان تبقى الدنيا أو بشرتها تتحسن عنك؟ حالة زي اللي فاتت مثلا ممكن نحتاج تقطيع للندبات عشان خطر غالبا اللي كان عندها بتبقى ألياف تحت الجلد هي من خلية الحفر نزلة شوية عن الجلد فبنعمل حاجة تقطيع الندبات وبعد كده ممكن نعمل درما بان أو بنعمل حاجة اسمها ده أو ده بيعمل تحفيز لإفراز الكولاجين فبيملى الحفر دي بالوقت أو حاجة اسمها ريديو فريكنسي الحاجات دي كلها بتعمل إفراز تاني للكولاجين اللي في الجلد فبتحسن السكين كواليتي أو صحة الجلد بالوقت فأحسن حاجة بتعتمد على حسب أنا صيف ولا شيطة في علاجات أكتر بتبقى يفضل وقت السيف ده كمان ليه تأثير الفصل السنوي ليه تأثير طبعا عشان في علاجات تانية آمنة أكتر في وقت الشتة زي الفراكشنال سيو توليزر آمن أكتر في وقت الشتة وقت السيف لا يفضل قوي ده عشان حرارة بالضبط عشان حرارة وتعرض للشمس ولو أنا مثلا رايحة مصيا أو أنا فرقك يجاتلي سفرية فالإغراء لنا أسافر سفرية ممكن وقتها تعرض للشمس ممكن وقتها يحصل غمقان بعد الجلسات فبناء على الفصل والسنوي اللي احنا فيه أو بناء حتى على شكل الأثار الدكتور وقتها بيحدد أكتر علاج مناسب للأثار طيب لو مثلا عندي مش قادر أروح للدكتور مثلا لو فيه ناس بتحمل ممكن أدور على النت أشوف بقى إيه ممكن حاجات مثلا تشيل لو فيه تصبغات لو فيه بقع سودة مثلا أو بقع غمقة أو حفر زي دي هو ممكن المسكات والحاجات دي تجيب نتيجة مع البشرة ولا لا؟ وكان فيه برضو ترند كده قريب كان مشهور قوي أن فيه مسكات معينة بتتعمل في البيت ممكن أحطها على بشرتي وتعمل تأشير وتعالج الحبوب فيه ناس كتير قوي تعالجت بالطريقة دي وحتى ناس ألت لبعض كده وحصل نسبة علاج شوية بس برضو إحنا كده كترة شفنا بقى الجانب الآخر من المسكات دي بالظبط إن فيه ناس بشرتها غير مناسبة أن يحصل أو تحط المسكات دي على بشرتها وحصلها تحسس ما عفتش تتعمل إزاي بطريقة صح مع التحسس وقتها بقى جتنا بمضاعفات إن الحبوب دي لتهابت قوي قوي عماية قصار وقصار شكلها كان صعب قوي لو وقتها كانت تعالجت من الأول بطريقة صح ما كانش شفنا شكل القصار وأخذنا وقت طويل عشان نقدر نعالجها يعني ده ممكن يزود مش يقلل بالظبط كمان يعني بزود المدة كمان اللي أنا ممكن أتعالج فيها بالظبط فالأفضل لنا لو شفت أي حيات كده أي تريند طالع على السوشيال ميديا على الفيسبوك الأفضل أنا أرجع للدكتور بتاعي أسأله هل العلاج ده مناسب هل الماسك ده مناسب أعمله ما عملهوش الدكتور هيخد الكلام بتاعي هيقرأ عليه لو هو مثلا تريند طالع جديد هشوف إيه أكتر أو إيه المكونات بتاعة الماسك أو الكريم اللي أنا بسأل عليه وقتها بناءا عليها هيقولي إذا كان ده مناسب أو لا الإنجريجينس أو المكونات بتاعة كل حاجة باستخدمها ممكن تعالج أو ممكن تبقى تسبب تهيج أكتر فاللي بيحدد الكلام ده كله دكتور الجلدية اللي أنا متابعة معي جميل طب يا دكتور فيه أكلات بقى معينة ممكن تؤثر بالسلب أو الإجاب يعني ممكن مثلا هو زي ما حضرتك قلت البشرة الدهنية طب ما فيه أكلات ممكن تزود الموضوع صخ يعني هو فيه أراء مختلفة عن الموضوع الأكلات لكن بصفة كبيرة فيه أكلات إحنا كده كترة بنقول لأي حد بيعاني إن هو بيجيله على طول بطريقة دورية حاب شاب بنقوله يحاول إيه بعد عنها خالص من أهمها المنتجات السكرية زي الشوكولاتات الأكل الدهني زي الوجبات السريعة الأكل الكاربوهايدريتز الكاربوهايدرات زي الرز المكارون إليش أو الأكل كمان لمنتجات الألبان هو طبعا يعني ده تقريبا كل الأكل الأفضل إحنا أقلل من الأكل ده طبعا ما قدرش أقول لأي حد جيد ما قدرش أقوله يامتنع خالص عن الأكل ده عشان خاطر موضوع من الأكل هيكون فيه بطريقة أو بأخرى مكون من المكونات دي فالأفضل أنا أقلل منها لو مثلا أنا طالب على طول متعود لنا بجيب أكل من بره مش بأكل من البيت أحاول أنا أقلل الأكل الجهز عشان خاطر أكل الجهز الدهون المهضراجة اللي موجودة جواه ده بصفة كبيرة بيزود إفراز الدهون عندي ويبيعمل لي حبوب لو أنا مثلا بحب جدا منتجات الألبان أحاول أقل شوية ما قدرش أقول طبعا السيدات إن هي توقف أو تقلل منتجات الألبان قوي عشان خاطر إحنا بنحتاجه للكالسيوم بتاعنا بذات السيدات عشان خاطر بعد كده وقت المنبوز أو وقت السنة دي أسر بيحصل مشكلة في الهششة أو مشكلة في العدم فالأفضل اللي أنا أحاول بطريقة بأخرى أقلل الاستهلاك الأكل ده ما أقفوش خاص لكن أقلل الاستهلاك على قد ما أقدر طيب الشوكولت دارك ليها برضو نفس التأثير الدارك شوكولت أو الشوكولاتة اللي هي بتبقاش فيها ألبان بصفة كبيرة بيقولون هي بتبقى فيها أنتي أكسدنس أو مضادات أكسادة بيقولون هي صحية أكتر لكن برضو ما فيش كلام اتقل قوي عن إذا كانت هي كويسة أو مش كويسة فممكن عشان دي فيها بتبقى برضو نسبة سكرية ممكن أحاول أقلل منها لكن اتقل برضو هي ممكن تبقى مفيدة بطريقة أو بأخرى طيب كويس حمد لله سلعنا بحاجة سلعنا بحاجة طيب دكتور عايزين بقى نتكلم عن طرق العلاج عند الوقت يا حضرتك قلت فيه أنواع كتير وفيه ممكن أصار كتير تتسبب حفر تصبغات ندبات فيه بقى أحاجات كتير عايزة حضرتك تكلمينها كده عن طرق العلاج نعمل إيه ممكن أعالج بكريمات لو هي أنواع بسيطة أو لو نوع متوسط ممكن أعالجه بحبوب أو نوع شديد بعالجه بنوع تاني من الحبوب لكن أهم حاجة اللي أنا ما أخدش أي علاج معين من نفسي أهم حاجة اللي أنا لازم أرجع زي ما تفعلنا دكتور الجلدية اللي أنا بتابع معي شكل الأثار غاليا بيحتاج جلسات ما بيحتاجش كريمات أو بيحتاج حبوب بيحتاج جلسات مثلا تأشير أو جلسات درمافان أو جلسات ليزر ممكن دكتور كمان بتحقين فيلر يعني ممكن أوصل مرحلة اللي أنا لو عندي الندبات دي عميقة جدا جدا تحت الجلد ممكن أحتاج أحقين فيلر عشان أرفعها عميقة زي بشرة اللي فيها تدي لها مسببة حوفر بالضبط في دكتورة ممكن حتى تحقينها يعني دي بتبقى مرحلة شوية متأخرة لو أنا عملت كذا حاجة ممكن دكتورة بتحقين أو يعني فيلر بتبقى مخفف جدا أنا أحاول أرفع الندبات دي يعني في حالات ممكن تستدعي أن أنا أستخدم وسيلة تجميلية بالضبط بالضبط بس قبل أي حاجة لازم أكون أنا برجع لدكتور بيدي عشان خاطر ما أكونش أنا بجرب بأي طريقة من نفسي تسبب أكتر لأنه يبقى عندي حبوب أو أصار لازم أكون أي حاجة برجع بها وبستشفيها دكتورة اللي أنا متابعة معي طيب دكتورة عايزين نعلق على الصورة دي دي حالة كانت جات لي حالة من الحالة اللي أنا بحبها قوي على الصفة الشخصية أنا عارف البنت دي شخصيا حياتها تغيرت كتير قوي بعد العلاق عشان خاطر كان حد مميز حد نشط جدا في المجال بتاعها وبعد العلاق حالتها نفسها تحسنت كتير قوي 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 بعد ما الحبوب خفت كان الحاجة عشان إحنا زي ما اتفقنا أن الصفة العمرية متضررة بتبقى الشباب اللي هي من 31 سنة تقريبا أكتر نسبة جلحة شبهية في المرحلة دي فدي أكتر فئة تتعامل مع السوشيال ميديا عندها فيسبوك أكاونت عندها انستجرام أكاونت عندها غالبا تيكتوك أكاونت نعم أصدقاء ومجتمع عايزة تتعامل معا ممكن تسبب حالة نفسية نومة يتأثروا سلبا وده عايزة تكلم في يعني الحالة النفسية ليها تأثير أصلا في ظهور حب الشباب أو عموما في الحبوب في أن هي تأثر على بشريتي بشكل مش كويس؟ طبعا حالة نفسية لو أنا متوترة شوية بيفرز هرمون اسم الكورتيزول في الجسم الهرمون ده غالبا بيعمل وقتها إفراز أكتر للدهون ويعمل حب الشباب فطبعا الحالة النفسية بتؤثر بصفة كبيرة ولما أنا بعالجها بالحبوب اللي عندي ده بيخليني مبسوطة أكتر بيحسن جدا جدا السقة بنفسي وبيتخلي جدا لما أنا أروح مثلا أي إيفنت أي مناسبة أي حاجة بيخلي شكلي يعني أنا واسقة في نفسي أكتر أنا عارفة أتكلم بطريقة أحسن مع الناس مش فيه حاجة عايزة خبيها بالظبط أنا في حالة كده دايما أحب أتكلم معانا عشان دي حالة كانت يعني مؤثرة جدا كان فيه واحدة كانت مخطوبة أول مرة جات لي ما كنتش تستعرف عندها إيه أول مرة أشوفها خالص جات لي كان وشها بصص الأرض زعلانة عزينة ما عنداش طريبا خالص ثقة في نفسها بتتكلمني كده صوت هواتي قوي مش عارفة حتى تتكلم بصوت العادي فعرفت المشكلة عندنا هي وقتها عندها حبوب وخطبها بيعيارها بالحبوب دي وقتها كان دي أكتر يعني حاجة مؤرقها كلام خطبها حتى هي مش فارق قوي مع شكلها على قد ما فارق مع كلام خطبها المستمر إن هي يعني شكلها وحش إن هي كان فيه كلام كتير قوي إيهانا كان بيتقيل فوقتها بدلنا كورس العلاج شهر واحد وشها تقريبا كان حصل تحصل نسبة 80% من الحبوب جات لي بقى تاني مرة كانت مبسوطة وشها اللي بتسامة من هنا لهنا شكلها اختلف خالص فحتى وسط الكلام كده بقلتها بإيه أخبار خطيبك إيه الأخبار فقالت لي خطيبي كلامه ومعي بقى أحلى بكتير بقى كل شوية يقولي كلام حلو كلام يعني لزيز عكس خالص الكلام اللي كانت قاله من شها فطبعا بيفرق خالص في النفسية وبيفرق جدا لو أنا مثلا في سنوية عامة بقابل زمائلي بقابل أصحابي لو أنا في جمعة لو أنا في شغل بيفرق جدا في كل جوانب الحياة لأنا يكون وشي صوفي يكون وشي شكله حلو بيأثر على النفسية بتاعتي بيأثر على يعني لأنا أقدر أقادي شغلي بطريقة أحسن بيأثر على كل جوانب حياتي طبعا يعني يا دكتور الخطوات والحاجات الوقتية النهاردة أتمنى الناس تتبعها وتمشي عليها لأن فعلا هي أهم حاجة البشرة أهم حاجة بقابل الناس بوش صح زي ما احنا بنقول كده مرآة الإنسان هي الوش بتاعه وده لو أنا عندي مثلا أنا زعلينة بيباني عطول على وشي لو أنا فرحانة لو أنا مش مهتمية بنفسي هيبقى بالتبعية أنا كمان مش مهتمية بشكلي فدائما شكل الإنسان بيدي كده انتباعه هل هو إنسان منظم أو إنسان يعني مهتم بشغله ولا إنسان مهمل لما أنا أكون مهملة في شكلي غالبا بيدي انتباعه لأنا كمان مهملة في كل جوانب حياتي التانية فالشكل هو المرآة أو الوش هو المرآة بتاعي صحيح سريعا بقى يا دكتور هي ثانية بك عايزاك تقوليلي ننام بالميكوب ولا من غير ميكوب من غير ميكوب عشان الميكوب لو نمت بيه ممكن يقفل المسام أستخدم مواد منتجات عناية لبشرة مناسبة غسول مرطب أبعد إيدي خالص 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 عن وشي أحاول أنام نوم صحي أحاول لنا على الخلص التوتر دي نصايح كده مهمة قوي عاملة طبعا أنام من غير ميكوب تسلميني يا دكتور نورتينا دكتورة مارينا موزي أخصائي الجلدية والتجميل والليزر ماجستير من جامعة القاهرة يعني نورتينا ونصايحك مهمة جدا وأنا أول واحدة هتتبعك نورتينا يا دكتور مشاهدين كده خلصت فقرتنا الأولى لنورتنا طبعا دكتورة مارينا موزي وأتمنى أن حضراتكم تسمعوا بقى الكلام وتمشوا على الحاجات اللي هي قالتها وإن شاء الله هتلاقوا نتائج حلوة جدا خلصت فقرتنا الأولى نروح للفقرة الثانية وهي رقم المطبخ خليكم معنا اي او اي اشتركوا في القناة